مدرب الزمالك الجديد هو عنده لسه صفقات كتيرة بس ناخد الأول مدربة خلال 72 ساعة الصفقات هو مدربة مدربة هوفكنز أو هوفنز أو زي من لست حبت خلال 72 ساعة مدرب الزمالك الجديد هجيبك هجيبك بعد 72 ساعة مع بعض هنروح من بعض فيه من دلوقتي عدد 27 ساعة وإحنا مع بعض الموضوع اتعجل شوية والزمالك كان عايز يعلن بعد موازكر الإمارات يعني مفترض نهاية الإسبوع اللي جاي ولكن أحداث أول مباراتين في معسكر الإمارات اللي هي دورة أبو ظبي قبل ما الفريق هينتقل خلاص لدورة دبي أنه هيلعب الرجال المغربي الزمالك بدأ يتحرك بشكل أسرع فبالتالي فيه إمكانية لإنهاء الملف كله على بعض وخلال 72 ساعة وعن الرغم من كده الإدارة شايفة أن الإعلان الرسمي مش هيفيد بحاجة لو المدرب مش هيكون موجود مع الفريق في دورة دبي فالإدارة بتحاول دلوقتي أنها تنهي الملف وتعلينه لأن الجمهور كمان الجمهور بدأ إقلق على مستقبل الفريق ظهور زمانك بهذا المستقبل في أول مباراتين كابتن معتمي الجمال مش هيبقى موجود مع المدرب الأجنبي فبالتالي مفيش حرك لأن الراجل طلب أنه لو فيه مدرب أجنبي هو ما يبقاش موجود وأنا عايز أقول لك أنه كل أعضاء الجهاز الفني هيتغيروا مع المدرب الجديد باستثناء عنده فرص يعني أنه يكمل كابتن عبو حد ساي يعني كابتن عمو صف ماشي؟ عاهمش كابتن معتمي الجمال مش موجود؟ مش موجود كابتن أحمد مجدي ما بين آه و لا يعني فرصه 50-50 ولكن اللي حصوصه أكبر في الاستمرار هو كابتن عبو واحد السيد مدير الكرة ولكن باقي عضاء الجهاز الفني يعني كابتن أحمد مجدي نقدر أنه ينثبته 50% أنه يكمل خاصة أن الزمانك بيحاول يعده ككادر مستقبل في الجهاز الفني ولكن بالنسبة كبيرة الوحيد اللي مكمل من الجهاز الفني الحالي هو كابتن عبدالواحد السيد باقي عضاء الجهاز الفني خلاص هيتغيره مع المدرب الجديد هوفنز هو الاختيار رقم واحد ولكن هناك كبدائل ظهرت في الساعات الماضية بأكتر من اسم ممكن السيارة بالذاتية بتاعتهم فيها أفضلية شوية فالزمالك هيحسم الموضوع بشكل نهائي قبل ما يعلن ولكن يعني ألأ الجمهور عجل الموضوع شوية اشتركوا في القناة